هل مرست من اللاعبين اللي عنده إصابات كثيرة ولا الراجل إصاباته لغيرة؟ دي مهم جداً لما بتيجي تتعاقد مع أي لعيب لازم تروح تشوف تاريخ إصاباته ولما تيجي تبص على تاريخ إصاباته إصاباته بتقعد قد إيه؟ إصابات كبيرة ولا إصابات صغيرة؟ ده تاريخ إصابات اللاعب وده مهم جداً جداً خاصة ما أرثير إنه الراجل عنده 35 سنة فراجل عجوز فما بين القوسين طبعاً عجوز ده مش أنا اللي بقول كده يعني فده كل إصابات اللعب بما فيها الاستبعدات اللي خلته غاب يعني خد كرت أحمر وغاب من أول بقى كل الإصابات اللي خدها لو جي الناس بسط على التاريخ اللي على الشمال بداية الإصابة ونهاية الإصابة لأن أطول إصابة قاعد فيها في ما سرته أكتر من 17 سنة على المستوى الاحترافي شهري ما بيغيبش أكتر من شهري وأخطرهم كانت الثاي أنجري اللي هي كانت في شهر 24 و 21 قاعدت معاه تقريبا شهرين إلى خمسة أيام ودي كان سببها نفسي كمان ما كانش سببها الإصابة نفسها لأنه كان والده توفى في نفس التوقيت فأنت بتتكلم على أنه ما فيش أي إصابة بتقعد أكتر من شهرين كل الإصابات هتلاقي الراجل بيغيب بنتكلم في خمسة أيام أسبوع عشر أيام أقصى حاجة اللي كان عنده إصابة خفيفة في الرجبة قاعد فيها حوالي شهرين أو شهرين وخمسة أيام دي أكتر إصابة في مسيرته اللي هي الإصابة بتاعة شهر 28 لحد شهر 10-20 قاعد شهرين وإسبوع دي أطول إصابة فمهم جداً وانا بتعاخد مع لعب خاصة ما أكتر زي ما قلت لك على قصة سن اللاعب واللعيب لأ سنه كبير لأ سنه صغير لأ هيقدر لأ طب الإصابات طب معدل طب البدني كان مهم جداً إن ده ملف مهم تقول الراجل إصابات اللاعب بتاعد كتير بتاعد قليل الراجل اصاب إصابات كبيرة عند جاله صليبي مرة اتنين وده وارد إنه بيحصل فالراجل حتى هذه اللحظة وطبعاً أنا ستقول لك أقول ما شاء الله ما شاء الله عموماً لكل اللاعبين ربنا يحفظ الجميع يعني إنه الراجل لم يصب بأي إصابة طويلة طوال ما صرته اللي احترا فيه